السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عامنين يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله اوقاتكم حبائي قلبي بكل خير. معنا استخارة من القرآن الكريم لمواليد برد السرطان. صلي على النبي على يفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرين البيبنة انتظر منك وانتخيرها المبشرين كلها. ادامنا من احبابنا في الله. فضلا وليس امر ان ندعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. المشاهدات بتكون عندنا على الفيديو بتكون بتعدى الالف. لكن اللي لاجي يعني على الفيديو عشرين لايك تلاتين لايك خمسين لايك. فضلا وليس امرا احبابنا في الله. ادعم الفيديو باللايك. وانزل فيها التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى ان شاء الله تكون بشرة خير لك. وتكون الفرحة ديالك بازن الله تعالى. صورة الا عمران. مصدق على سيد محمد. ويا لبيت يا طيبون الطهرون. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. لا اله ما الله. بسم الله. بسم الله. والله مصلى على سيد محمد. عندك تغيرات كثيرة. عندك تغيرات. عندك تغير وفيه كرار. يعني فيه كرار عندك مهم. انت مستنيه. مستني مكالمة دايلك من وراها مال. او دايلك من وراها بيع. او دايلك من وراها شراء. انت متظر مكالمة من حد. حد هيكلمك. فيه عندك بيع او شراء. لا رح تبيع محل او رح تبيع شدقة و رح تبيع او تبقى السيارة او تشتري حالة. عندك لقاء بشريك. عندك لقاء. يعني في بداية حب او منصب او سفر او في حد بدعمت من الخارج. في حد عندك بدعمت من الخارج. وعندك ديالة بشر السفر. ابشر. عندك رح تمتلك شاي جديد. عندك شاي رح تمتلكه. في توسيك عقود. يعني عندك شاي رح تمتلكه شراء. او هتوسك عقود بازن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس انه خلي بالك ابشر ابشر ابشر. جاي لك حد يعني الحد ده يساعدك. هيدعمك. هيكون معاك. هيقف معاك. بعد التعب كل اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني. واماش. راح تنسيك شريك نردسي. وخروج من علاقة السامة. هتخرج من هاي العلاقة السامة. بازم الله تعالى. بس انه ارى لبعض هنا يعني في عرض ارتباط جديد. عندك عرض ارتباط او زواد يعني من شخص يعني بيحباك او كويس هاي الشخص ده زي اللي بيقوله. بس ارى هنا في ناس اه داخل حياتك تعباك خنجاك قسرت قلبك درحتك. يعني ازتك كتير. الناس دي ازتك تعبتك. لان عراقة يعني قلقان اه ومحتار. وعندك تفكير كتير. بتفكر كتير. اه بالك مشغول. يعني مش عارف تاخذ قرار. محتار اكتر حد عندك الحيرة. اكتر حد عندك الخنجا. اكتر حد عندك addressing. بس الحظ معك دايلك. الحز معاك. والرزق معاك. باب الرزق معاك. باب الرزق مفتح لك. بس انت تعبا. عندكث سحر. وطاقث مص كمان. عندك مص مس وسحر. بس روحاناتك عالية. عندك روحانيات بالصالة على الله روحانيتك عالية. آآ بتديك الاحساس قبل الشيء قبل حدوثه. بتديك احساس وحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية سعادة بتكون معك صادقة بس بمعك بتتكون نسية. لان رؤيتك المنامية فيها اه اه ادلات او وحدات صحيحة او حدات صادقة كثيرة. لكن اه بتنساها. زيد اكثر في صلاتك. صلاتك في اوقاتها. صلي عليك اسكار الصباح اسكار المساء وتخلص من السحر والمس الشيطاني. لان روحانياتك اه بالسلعة النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معك يعني. انت ماشي تعبن دساديا. لكن يعني ماديا كويس معك. لكن تعبن دساديا. تعبن نفسيا. مخنوق. متضايق. اه حبس. قفل عي روحك. يعني اه قاعد اربع عشر ساعة بتفكر. محتار. مش عارف تاخذ قرار. اه يعني مش طايق روحك. مش حابب تتكلم مع ناس. مش حابب تخرط. مع انك لما بتخرط بتحس بالراحة. اه لما بتخرط بتحس بالسعادة. او بتخرط بترتاح نفسيا. الستة مش حابب كده. اه مخنوق دايما. متضايق دايما. من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم لك. وتعوضات الهية قادمة. عندك خبر وسع. يعني خبر اه مفرح. خبر لك. يعني عندك بركة في الرزق. في حد تخص العمل. هتخلص. او عندك تركية في العمل. راح نجد مك يلمع في مجال عملك. لان عملك راح تندح منه. اه العمل دايلك اه شهراء او اه تركية او مبلغ مالي. لان انا راح دايلك فرحة من نسبة العمل. في حد حدا مفقود منكم. حدا مفقودة او حدا رايحة منكم. اه لان يعني بتعصر على شيء مفقود منك او رايح منك. هزا الحدا دي رايحة منك. مفقودة. اه راح تعصر عليه وراح تلاقيه. عندك قرار. عندك قرار صح. القرار دا هتاخذه صح. وبعد ما هتاخذه يعني اه يعني القرار دا يخص عملك. وهتلاقي دليل يؤكد ان امت القرار اللي خدته الصح. مع انه انت يعني اه خايف او غلقان او اه محتار. لكن قرارك اللي خدته هو الصح وهو المنطق هو الصح الكرار اللي خدته. في شخص التبهنة يا راكا بتحبه. بتحبه قول. بس يعني مش عارف توصله. او مش عارف اه ازاي يجرب منك. او اه يكون ما بينك وما بينه تواصل. بس هنا في مواجهة مع احد اه اه هتواجهه. شخص اتواجه. هيحصل كلام ما بينك وما بينه. هو يريد لك ازة يريد لك ازة. يريد يؤذيك. يريد يدمرك. يريد يكسر قلبك. يريد يدرحك. او عايز يكسرك. لكن هتواجه. عندك مواجهة ما بينك وما بينه. ربنا معاك وهينصرك عليها بامر الله. بس انت هنا اراك عندك كمية ندم. ندمان ليه? عندك كمية ندم. يعني اراك هنا ندمان ممكن ندمان على فطفة. من لسانك. من كلامك. واندمان على الفطفة. ندمان على طيبة جلبك. لان انت جلبك طيب. اه بتتكلم مع الناس بحسنية. بتتكلم مع الناس بطبط القلب. لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس تاني. لان اراك هنا ندمان على فطفة. قلت. يعني مع انك انت معاك حق. الكلام اللي قلته صادق. اه بس الناس زودت عليها كلام ووصلته لناس تاني فحصل كلام او مشاكل. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على السانة. عندك مفاجأة حلوة. مفاجأة يعني غير الدم غير متوقع ديك. قدامك ثلاث نقاط. ممكن تكون هدية. هدية قيمة يعني هدية كويسة ديالك. اه. وفي منكم دات له هدية. دات له هدية من الخارج كمان. اه. عند دات له هدية كويسة. في حد منكم وكمان دياله هدية غالية. عندك برضو هنا استلام اوراق او سيكة ممكن تقول حكومية او بتخلصها مهمة يعني تخص اه انت منتظرها. هتستلمها تخص عملك. اه الواسقة دي او اوراق او حد هتستلمها هتخص عملك. تخص العمل او شغلك او هتعلمي شغلك. يعني هنا وعندك برضو هنا امور خير فيها ليك بازن الله تعالي. يعني في خبر مفرح. انت منتظر مكالمة. انت منتظر مكالمة. او بترد على حد مردي او بترن على حد مرديتش او منتظر مكالمة. في مكالمة دي لك. يعني جدامك خلاص جدامك خطوطيا ان شاء الله المكالمة ديالك. المكالمة ديالك. عندك هنا يعني ستفادأ بافرح قاد مليك انفرجات طالة انتظارها. وستبدل احوالك بازن الله تعالى للاحسن بازن الله تعالى ان ربك ازا اعطى باب الحظ. باب السعادة يتفتح قدامك. انت كنت بتحاول وتفتح واتفتح معك. وتفتح. بسواء ان تفتح في الاول كان معك باب السعادة. اه وتجفل. اه تجفل من السحر. باب الرزق. هو باب الرحة كان مفتوح معك. قول لحدك كان تمشي معك. لكن ان جفل. ان جفل من السحر والبس. فرح يفتح معك. ومنكم فتح معه الباب باب الحظ وبالسعادة تفتح معه. وراح يكتمل الباب فيه الخير. فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك. الطاقة دي برضو عندك تعبانك. تعباك. لان شوفك بالقان. بالقان ومخنوق. بس فيه ممكالمة او رسالة هتديلك. يعني الممكالمة دي او الرسالة هتديلك من شخص دي غايب عنك. يعني غايب عنك بجاله فترة. شخص دي غايب عنك بجاله فترة. هتديلك المكالمة. ورا هنا امور هتكون مسيرة لك. هتندح. هتندح. وهتعلق. وشأنك هيكون اعلى. وهتندح. وهتثبت للاخرين ان انت الصح. وانت اصلت الهدفك. بدون مساعدة حد. بدون مساعدة حد. محد الساعدة. محدش وابك معه. محدش دعمك. منك بتدعم الناس كلها. الناس كلها بالسعيدة. بتدعمها. اللي بيطلب منك حادة تدهاله. مش عايش حادة عن حد. واتحب الناس. تحب الخير للناس كثير. لكن الناس بتحب لك الشر. اراقي هنا. رح تنهي انهاء شر. واعلى النصر. على الحزن. على الحزن. في من كل المبتعدين منتظر عودة حبيب. اه منتظر عودة حبيب. وللبعض. خلي بالك. الحبيب في علاقة السرية. في طرف ثالث. في طرف ثالث. في منكم هنا يعني الدخول اه او دخلته يعني البعض منكم مع شخص اه اه حبته هو عطا طول كل السكة. لكن طلع اخاين او مش كويس او هو متعدد العلاقات في علاقة سرية. والتعب اللي عندك اللي بدسدك البعض يعني منكم هنا ارى اه ظهور اشياء غريبة بدسده مثل حروف او خدوش اه اه او اه تعب عمود فقري او احلام وزعدة مثل كلاب قطط حيوانات يسود نموت اه اه عفاعي اه هي من السحر احبابي في الله منكم برضو حاسس وعارف ان السحر وحاول يفكه بس مش عارف يفكه ازاي اه طبق قصة طريقه او اه ماشي في طريق العلاقات بس مش عارف محتار اه متردد مش عارف اتفك ولا لا مش عارف توصل للهدف الصح. كله ده من السحر السحر وست يعني ست اللي عملالك السحر ده. الستة دي قريبة منك يعني غريبة منك جدا اه مش غريبة عليك هي قريبة. الستة دي مش غريبة عنها يعني غريبة منك جوي. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها الاشخاص دي نسيت نفسي. الاشخاص دي نسيت نفسي. نسيت يعني اصلها. يعني اراهم وبيتعالوا عليك. اه لكن اراك في مواجهة. حد. وهتوريهم مجامهم. وهتوريهم نفسهم. وهتوريهم ان هم اصلهم ايه? او الناس دي ايه ايه? وبتتعالى ايه? او شافة نفسها ايه? هتوريهم مجامهم. وتوقفهم عند حدهم. لان اراك هنا في مواجهة حد. ونصر ليه كنتي. ونصر. راح تنتصر. بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة. الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة واقفلك على الوحدة. دولا واقفلك على الوحدة يعني. الناس دي واقفلك على الوحدة. ولكن انت كيده. لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك. ماشي في هدفك. او بتحب هدفك. وحابب توصل. وحابب تكون نادح. واسمك يكون اه عالي. يقول لك شاء عالي. هتوصل لللي انت عايزه. هتوصل لللي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار. اه يعني اكشفت اكشفت انت او انت اسرار. اه يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم. او مش كويس. انتو تحررتوا من كيود. تحررتوا من علاقة. اه تحررتوا منهم متزعلوش ان انتو يعني سبتوا العلاقة دي. ربنا اكشف لك عشان خاطر اه تبعد عن العلاقة دي لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو الكراءة دي احبابي في الله خد اللي طابق عليك اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب. خد الكراءة احبابي في الله اللي طابق عليك. اه مش كل الكراءة دي ليك الكراءة دي عامة. وليست خاصة احبابي في الله. فضلا وليس امر يدعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. عندك بشرة يعني وفرحة كبيرة. استقرار. عندك كمية استقرار في منزل دديد. اه فرحان. مبسوط. وراح تفكر الكرب اللي انت فيه. المشكلة اللي انت فيه. الحكم او السدن. او سدن. عندك حد تعسيز على قلبك مسدول. عندك عليك حكم. او اوراق بتخلصها في المحاكم. حد بيخلص لك في الاوراق او بيخلص لك في شغل محاكم. لان فيها خير لك. فيها خلاص. يعني اه هتاخذ البراءة او هتخلص وركك بخير. رح يخلص الورق هاي الايام باسن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك. رح تحققها. عندك تحقق غامنية غالية على قلبك. عندك تغير عتبة. كما قلنا هتغير العتبة. ولوراك الحكمية هتخلصها. العتبة ان شاء الله يكون فيها السعادة ليك. فيها الراحة ليك. فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضو يعني انت لقلقان. عايز تكتشف السحر. عايز تكتشف مين اللي عمل لك. عايز تكتشف رح تكتشفها الامور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك. كل حادي رح تكتشفها باسد الله تعالى. وهتعرف مين معاك ومين عليك. هتعرف كل حادي. بس انا رأيك في ناس خايفة من بكرة. خايف ليه? رب منكم خايف من بكرة. وقاعد بتفكر في اللي داي. سيبها لله. بلاش تفكير. بلاش نسبة ايه. احسب ايه شغلك. ايه بص المستكبلك. بص بلاش التفكير الكثير. واسيبها على الله. بص الهدفك اللي انت ماشي ليه. بص المستكبلك. بص الهدف اللي عايز توصل له. بلاش تكترة الكلام. بلاش كترة التفكير والكترة تبص المال. ومكالمة تخص السفر. ومكالمة حل مشكلة معاك. المشكلة دية ممكن نقول تخص العمل او علاقة الحب. في مقابلة هنا اه مقابلة مع الاسرة. او اجتماع يعني او اجتماعات اجتمع مع بعضيكم. اجتماع مع بعضيكم. يعني افضل ما تقولش اه الحد. او اه تخليها ما بينكم او ما بين بعضيكم الاسرة هكذا. لان العيان يعني كثيرة. الناس الحسودة اكتر من الناس الحبيبة. ستفادأ. لانك يعني ستفادأ بفرحة قدامك. لانك اه صبرت كثير. اتعبت كثير. استحملت ما لا استحمله احد. استحملت كثير التعب. اللي هكذا المشاكل. حمل على اكتافك. كنت حامل او شايل المسئولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كله. بالافضل. هذه الاسبوع ده هتتغير كل حدا معاك بازن الله تعالى الفرحة تدخل بيتك وهتردع الامان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب ان حقك يروح. من الصعب ان حقك يروح. حقك رادع. حقك دي لك. حقك دي لك كل حدا يعني انت هنا على موعد مع الضحكة. مع من قلبك. هناك يعني شخص اراه يحبك. والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك جوي. يعني حصل ما بينكم كلام او مشاكل او هكذا. او هو بعيد دلوقت حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة. احزر يعني ما تخسروش. راح تكتشف كل حدا. انكشاف عندك اسرار. ارى في ظهور اشخاص على حق جتهب. راح يظهروا. ورح تعرفهم. وهتكون مصدوم فيهم. وهم دلوقت بعض المقربين. راح تعرفهم. من الناس اللي ازدك. من الناس اللي بتحاول تزيك. هتعرفهم. هيكتشفوا قدامك. كل حدا راح تكتشف قدامك. وهتعرف وهتظهر الناس على حق جته قدامك. عندك نجاح برضو كبير. في الطريق ليك. عندك نجاح كويس. عندك نجاح اه في العمل او في الدراسة. اه في نداح عندك طاقة نجاح بازن الله تعالى. في رسالة حلوة. رسالة حلوة جوة. هتذيلك. هتفرح قلبك. رغم ان دواك كل الزعل. رغم ان دواك اه حزن كبير. وهموم كثيرة شايلها بقلبك. ربك هو واحده اللي عالم بحالك. وهيفرجها عنك. عن قريب بازن الله تعالى. عن قريب راح تفرق. على الصعيد العاطفي هنا. الغيرة لن تهدد مستقبلك. مع الحبيب. لان كثير اللي في تعامله معه. في فلوس ديالك. فلوس ديالك. يعني هتذيلك خلاص. هتكون مكافأة او اه ربح او حدا زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كثير ديالك. هيغير حياتك. فوق ما تتوقع. فوق ما تتوقع. الايام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الابواب اللي كدس بتحاول تفتحه. فتح الابواب المغلقة. اللي انت دي بتحاول تفتحها باي طرق. راح تنفتح جدامك. فاستغل كل الفرص اللي تجع امامك. استغل كل الفرص الصح اللي تجع امامك حتى توصل لهدفك. او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان. في علاقة يعني جديدة دي حلوة. مع شخص بتشعر معاه. اه بالسعادة اه او بالراحة وبالمعنان. في تطور علاقتكم للارتباط. رسمي بازن الله تعالى. في شخص انا عاوز يستغلك خلي بالك منه. في شخص انا عاوز يستغلك في عملك او اه عاوز يستغلك في حادة كثيرة او يسحب منك مال او يستغلك. خلي بالك منه. حاجك رديع لك. حاجك رديع لك. عندك طريق صفر. عندك طريق صفر. عندك طريق صفر قدامك. حلوة. صفرت كويس. يعني هيكون فيه اصدقاء او صفر اه اللي شهون. في عندك اه الصفر. عندك هنا. اللي انت زعلان عليها. اه انت زعلان على حد. اه يعني حد زعلان عليها. او حد مزدون. اه حد يعني عنده سيدن او مزدون او مريض او تعبان. انت زعلان. عندك طاقة زعل كبيرة. عندك طاقة زعل كبيرة. ربنا يشفيه. وهيخرض من المحنة اللي هو فيها بازن الله تعالى. عندك هنا لديك بشرطين حلوين. احلى واجه من الموضوع. هيفرحوا قلبك. وهيرد روحك اه تاني من اول وجديد. الاولى. الاولى. اه يعني بعد سبعة ايام. بعد سبعة ايام بازن الله تعالى. والتاني بعد تسعة ايام. ممكن تسع سبع ساعات او سبع ايام. هكذا لدينا قدامك سبع خطوات وتسع خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة. وتعوضات لديك في رفحة لمكانة عالية. المكانة دي عالية. يعني في عملك ورجوع السقة بنفسك. في تركية او عمل انت مجدمه على وظيفة او اه في زيادة ربح من العمل. في حالة دي تخص العمل. دي يا لك. يعني اراكم هنا. طب السبب هنا يعني غير متهمين. ما مهتمينش بصحتكم. الفترة دي. يعني الفترة دي ما مهتمينش بصحتكم. اه حاولت استهم بصحتك. هكذا. عندك هنا برضو انت تسمح ناس. اسمح الناس دي. الناس دي معينها ظلبتك. بس حقك هيكر رلعلك فانت يعني يراك هنا سمحهم. لانك خلاص يعني ما بجيتش يعني محتادهم ولا بجيتش شيء. لانك يعني مشيت في طريقك ومجيتش تبص الوراء. خلاص تركتهم. عندك هنا ورضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحكد عليك. بتحكد عليك. وتتمنى ليكم الضرر والازي. تتمنى ليكم الضرر والازي. الناس دي. عرضوكم يعني لا تسكوا اه ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسأ. كما كن اه بلاش كل اللي في جلبك يكون على السانة. هناك من يضحك في وجهك. يضحك في وجهك. ولكن هو يتمنى ليك الخراط. يتمنى ليك الحزن. يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك. يتمنى ياخذ كل حدا منك. هو اللي يكون احسن منك. براكة برضو ماشي في طريق. انت. الطريق او انتي. الطريق دي صحيح. الطريق دي ماشي فيه. طي ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس. هتسبب ليك الفرحة لك. وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح. وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة. هتخليك في ارتياح مع نوة ونفسي جديد. عندك هنا اللهم اصدق على سيدنا محمد. فيه اختلافات ما بينكم. في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب او اختلافات ما بينكم وبين حتى عزيز على قلبك او صديق. حاول يعني تحلوها الاختلافات داي. حاول تخرح لها. عندكم هنا رجوع من شخص رجوع. شخص دي نادم على فراق ندمان. بعد فترة طويلة من الانقطاع. وحابب يعني اراه يبدأ معكم علاقة جديدة. او حاببوا يبدأ معكم قصة جديدة او حياة جديدة. هذا الكراءة احبابي في الله اه عامة. خذ اللي طابق عليك واللي طابق اللي مش طابق عليك سيبوا ليه للاخري. بس فضلا وليس امرا ادعم الفيديو بلايك احبابي في الله. بسم الله امتشف. عندك اكتشاف يعني اسرار. وفتح كلام قديم. ويعني وراء الظبور هنا تظهر قدامك حقائك. هي في مصلحتك انت. على فكرة يعني هي في مصلح بك. وهذه الامور اه الفترة دي هتحصل. هتظهر قدامك هتكتشف اسرار. والكلام هيتفتح قدامك. والكلام دي كان جديم يعني. وهيتفتح الايام دي. في هندك هنا اه فترة انتقالية. يعني اه فترة انتقالية بتمر به. تخص حياتك. يعني ومحتدك يعني اه ومحتد منك الهدوء. وعدم التعامل الكثير مع الناس. يعني الهدوء حكم عجلك وهكذا وتعامل بهدوء صح. في عندك استمرار هنا. في اه تساقط اه او عندك عندك استمرار في تساقط الشعر. ووجع اسفل الظهر. وتعب. وخنجة وضيق وصدا. وعندكم يا ورضو احلام بالحيوانات. او اه احلام بيسعبين. او افاعي. عندك في المنام برضو انت شفت اللي سحرك. او شفتي اللي سحرك. شفتي اللي اذاكي. رأتي في المنام. منكم برضو مرأة اللي سحره. او اذاك. او اللي بيزجيه السحر. في سحر عندك. سحر. السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر. عندك انتصر على الظالم. هتنتصر عليها. ربنا هيبليه باللي خليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضو هنا انفصال من علاقة مؤزية. علاقة مؤزية هتتفصل منها. وربنا هيعوضك خير. صدقني. هتلاقي الخير دي دي لك. دي لك. الخير دي لك بيزن الله تعالي. انا راقنا برضو بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة. المشكلة دي عائلية. وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله تنحل. هتنحل. هتنحل بإذن الله تعالي. عندك ان المشكلة دي يعني ما بين الاهل او ما بين القرائب. يعني هتنحل الأمور دي. هتنحل بإذن الله تعالي. بس حكم يعني عاجلة بقولني. وانت عارف ايه مشكلتك. يعني انت عارف ايه مشكلتك. انت يعني محتاج حد يراه برضو يعني حد يحس بيك. قبل ما يعني يحبك. وبرضو يعني قسرت جلبك دي. يعني را عندك كارضو انت محتاج حد يهتم بيك. او بأدك تفاصيلك ويرعاك. يعني انك يعني شخصية اه بتتأثر بسرعة. او ممكن يعني اه كلمة اتخليك في سبع سبع. وكلمة اتخليك في سبع ارض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق. اه شخص يعرف اه نقطة ضعفك ويقويك. مش يستغلك. يعني محتاج حد يه يكمل معاك. اه مش يعني ايد عليك. يرعى مع كلامك. يكون معاك اه ويدي معاك. يحل معاك العصبية او الضيقة ويفهم. يفهم ايه خاف من ايه? او وجعك ايه? او حزنك ايه? شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكزة او في حضورك. يعني محتاج حد يفهمك. يفهم مضحتك. يفهم كل حد عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني بس محتاج حد اياه يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة برضو. عندك بشرة وقضاء حادث. هو خبر حلو. الخبر انت مستنيه. انت وانتظره. الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى. القادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة. يعني هتحصد السمار عمل السابق. هتحصد السمار هتحصد كله. بإذن الله تعالى. وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة. فيها السعادة. تفتح قدامك الابواب في انفراجات رائعة. وعندك تغيرات كثيرة في حياتك. يعني عندك طريق سفر. طريق سفر غير متوكع. وقادم ليك. عندك طريق سفر غير متوكع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة. والمفاجآت راح يطرب بابكم الحص. يعني في ارض بيتكم فيها الفرحة. في عندكم يعني خطوبة او بشرة فرحة بمولود او زواد. او ارتباط ليك او لو ليك او الابنك او الاختك في ارتباط وفرحة في ارض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك بس يعني نسابك هنا يعني بكسرة التغيرات اللي حصلت حواليك او المشاكل او الكلام اللي اسمعته وترك الامور وبلاش التفكير الكثير بلاش التفكير الكثير اسيب الناس في حالة. عندك هنا اه بتتفاجأ برزق دايلك. يعني مشروع دخلت فيه او اه في رزق دايلك خير متوقع ومال. يعني عندك مشروع انت دخل فيه او اه مقدم على وظيفة او مقدم على مال لان في مال دايلك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب يعني اعرف فيه توضيح ما بينكم. امور عتاب ما بينكم. في امور عتاب او اه توضيح كلام او تفسير كلام يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور. وصلح. فيه صلح ما بينكم. في فعل خير انت عملته يعني اه عملته. رد فعل الخير دي كبير ليكنت. ما كنتش متوقع. ما كنتش متوقع. خلال يعني ايام. خلال ايام. الغيرة والحسد يعني دولة يعني الغيرة والحسد من حد قريب. الغيرة والحسد والساحب من حد قريب منكم. يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي. في حادة مفقودة منكم. رايحة منكم. لان اراك يعني هتعصر عليها. الحادة دي مهمة. كنت فقدتها من فترة. كنت فقدتها الحادة دي. راح تعصر عليه و راح تلاقيه. عندك حد برضو هنا المسدون ده او المريض يعني قريب ليك او مسدون راح يشفى بازن الله تعالى. عندك يعني او ان كان مسدون راح يخرج من السدن اللي هو فيه. لان اراك يعني بتدعيله زعلان عليها اه عايز تسعده باي طريق عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه ان شاء الله راح يشفى و راح يخرج من ان كان مسدون او هكذا بازن الله تعالى. اكمل في طريقك زي ما انته. ديالك الفرحة. ديالك الوظيفة او ديالك الربح او ديالك السعادة. انت ماشي في الطريق اه الوظيفة دي او المشروع اللي انت داخل فيه راح يندح بازن الله تعالى. عندك انا برضو انت انت انتقال اللي اردت ممكن اقول اه انتقال للشراء لبيت الدديد او انتقال لزودك او انتقال لبيت زودك او انتقال لبيت جديد لانه ارى فيه طاقة انتقالية شراء مسكن او شراء منزل او شراء اه محل ان شاء الله فيه الشراء طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى وصلي على الحبيب المصطفى عليه فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله. يدعم الفيديو باللايك وان كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وتنزلوا في التعلاقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرق. او كنت بتعاني من السحر او من مساء او من تعطيل او من تابع الرقم امامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا وكل الاندات داخل القناة منزلها من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.